مرحبا بكم في جاحيم دانتي في تفسير حديث له في معرض الفن الحديث والمعاصر يقام في العاصمة الألمانية برلين والذي كان من المفترض افتتاحه العام الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعمائة لوفاة الشاعر الإيطالية ويعرض المعرض لوحات بطبع حديث لمفهوم الجحيم لدى دانتي حيث استخدم بعض الفنانين أشكال انفيرنو أو الجحيم كما تخيلها الفنان الإيطالي ساندرو بوتشيلي منذ أكثر من خمسمائة عام في سياق حديثة فتحولت الشخصيات إلى مهاجرين يحاولون عبر البحر الأبيض المتوسط أو متظاهرين تمارس الشرطة ضدهم العنف والعنصرية الكوميديا الإلهية مرتبطة بكل العصور برغم أن عمرها سبعمائة عام وذلك بسبب النظرة الإنسانية العميقة التي كان يمتلكها دانتي حيث أن الأسباب التي فندها دانتي لدخول الجحيم ما تزال موجودة حيث ما يزال يوجد غيرة وفخر وشراهة وغيرها على الجدار الخارجي للمهرض وضعت أعمال لفنانين من عشرينيات القرن الماضي والتي تعتبر نظرة حديثة للكوميديا الإلهية ففي ذلك الوقت كان العالم يخرج من جائحة الأنف الوانزة الإسبانية التي قلبت حياة الناس رأسا على عقب ويؤكد القائمون على المعرض بأن الهدف من إقامته ليس تعليم الزائرين كل ما يمكن معرفته عن الكوميديا الإلهية بل تقديم لمحة حديثة عن تفسيرها ترجمة نانسي قنقر